هذا أربع من إذاعة الثمانية وأنا الوليد العيسى علاقتي أنا مع الألعاب ممرة جيدة ما أتذكرني قد جغلت البلايستيشن الحالي وقعت تلال ولا عندي ولا لعبة بجوالي مو لأنها مضيعة وقت ويجب أن تستثمر وقتك بس من جد ما أحب ألعب كثير أنا وكل اللي يعرفهم يلعبون هم يلعبون عشان ينبسطون طبيعي لأنها لعبة بس كثير منهم يقولون أنها ممكن أنها تصير مضرة ممكن تاعب عينك ممكن ما تخليك تتحرك ممكن تعزلك شوي عن الناس راكان شريهي يحبي يلعب والغريب أنه يقول أن الألعاب مو بالضرورة مضرة مثل ما هي مصورة للناس بالعكس ممكن تفيدك وممكن حتى أنها تساعد في علاج أمراض نفسية والكلام هذا كله مبني على دراسات وحالات كثيرة مو بس والف بس بس حتى مع هذا ما زال في بالي أنا أن لها أضرار جسدية واجتماعية وما أدري والله يعني يمكن حتى نفسية أي فعلا هنا نتكلم عن الجهة التي تقى تحت سوء الاستخدام سوء الاستخدام تلقى في أي هواية تلقى في أي نشاط ممكن مارسة يمكن اعتكاف بالزيادة مثلا في العمل ممكن يشغلك عن مثلا الأمور الاجتماعية والأسرية مثلا الاعتكاف في القراءة أي أن كانت القراءة مثلا لو مثلا أنت قرأت كتاب معين بوضعية خطأ في الجلوس مثلا سوء الاستخدام موجود في كل الأنشطة حتى الترفيهية بس إنها لما تقول لي مثلا أنك تقرأ كتاب وضعية غلط أنا جايسة أقرأ وضعية غلط بس إن جايسة أأخذ شيء ثاني مرة مفيد أو مرة مهم تقدر تقول ما في فائدة خلاص الألعاب هنلعبها عشان ننبسط معها ما عندي مشكلة لا هنا تيجي برضو أساسا لكل لعبة تيجي بفوائدها نوع من المعين من الألعاب اللي أبقى مثلا على تواصل بينه وبين زملائنا اللي يمكن لظروف مثلا المسافات أو لظروف معينة ما نقدر نلتقى أو نجتمع فيها الجلسة مثلا هذا المقدار الطويل هو المستقريب يعني تحسي يوازي مثلا الاجتماع وإن عدمت الظروف المناسبة لاجتماع زي اللي صار مثلا في كورونا والحجر ولكن مثلا في الألعاب الإلكترونية في أنواع كثيرة من الألعاب زي مثلا Animal Crossing كانت أنك تكون أنت على جزيرة وتبدأ أنت تبني بياتك حبة حبة وتبدأ يوميا تجمع وتحرث مثلا الأرض تأخذ الفواكه من الشجر تبدأ تتفاعل مع الحيوانات اللي موجودين في اللعبة اللعبة الشي الجميل فيها كان وقتها كانت تستعمل زي وقتك المحلي في حيال واقعية فإذا كانت ساعة أربع الفجر عندك رح تكون ساعة أربع الفجر في اللعبة بالتالي في نوع معين من الأسماك تطلع في الساعة الصباحية وهذه تساوي قيمتها أعلى من الأسماك اللي تطلع في العصر فالناس بدأت تتحفز على الاستيقاظ المبكر والميزة الحلوة فيها أن الناس صارت يمديها تزور جزر بعض وصارت تقدر تجتمع مع بعض فالناس صارت تتحرك في وقت معين على أن تتكاتف تسلف بعض علشان يبنوا بيوتهم في ألعاب اللي هي المغامرة والثقافة التاريخية زي مثلا سلسلة أساسن كريد كلها مشهورة أجزاءها الأخيرة الثلاثة كانت مثلا تغطي حضارة اليونانية الحضارة المصرية كان درس تاريخي على شكل محتوى ترفيه وهذه ألعاب تقريبا لسبعين ساعة أو ثمانين ساعة اللي تقدر تلعبها مثلا ثلاث ساعات في اليوم أربع ساعات في اليوم على وقت الحجر كانت يعزي المغامرة اللي أنت تجالس في كرسيك وتشوف شاشتك لكنك أنت تراك فعليا في زمن آخر وفي حضارة أخرى فحنا واقعنا شوية دائما يعني حنا مثلا أحيانا نعاني من ضغوطات في العمل فحلو أن يكون لنا هذا النوع أو مساحة هذه اللي نهرب فيها إلى مكان معين أو إلى عالم معين في نتيجي الألعاب في أنها مثلا ترخي هذا العصاب هذه المشدودة أو أنها بعض الألعاب مثل ألعاب الغاز والبوزل هذه الألعاب اللي يكون فيها تشغيل شوية للمخ والذاكرة القضاء شوية وقت يرفع النوع معين من المصل المعروف اسمه الميموري مصل أو العضلة عضلة الذاكرة وهي اللي تختص تقريبا ب سرعة ردة الفعل سرعة البديهة تحفز على الإبداع والبرسبشن أو اللي هو المنظور فبعض الألعاب قضاء وقت معين فيها هو بيحسن جانب معين من هذه الجوانب طيب وش علاقة الألعاب والأمراض النفسية جميل لا فيه ألعاب كثيرة تم التطرق لها وفيه ألعاب كثيرة موجودة في العالم الألعاب الإلكترونية كان معالج للاكتئاب بشكل واضح أو بشكل يعني صار كذا أمام الناس زي مثلا المثالي ذكرت أنا في مقالتي تبع أحد المعلقين المشاهير على اليوتيوب يسمو شون ميكلوغن أو معروف في اليوتيوب بجاك سيبتيك آي لعب أحد الألعاب وهذه الألعاب بدت تطرح له أسئلة مبسطة تكون مخزنة في جوائز جوه اللعبة اللعبة لو تشوفها يعني هي عبارة عن أنك تكون في عالم جدا صغير تمشي وتقفز بين المربعات والمباني علشان تضغط الأزرار وتبدأ الأرضية تكتمل وتشكلك على شكل كذا قلب في الأخير لكن الحاجات اللي تاخذها في مشوارك للعبة اللعبة ما تاخذ ولا أربع خمس دقائق لكن الأسئلة البسيطة اللي كانت فيها المخزنة في الجوائز يعني أحد الأسئلة مثلا اللي تطرحها اللعبة كانت اللي هي What do you love أو وش تحب في الحياة أحد الأسئلة برضو هل أنت تحب الشيء اللي قاعد تسويه إذا رجعنا وشفنا المكتب مثلا جاك الرجال أول ما يشغل اللعبة يبغى بس يلعب ويضغط الأزار وبعدين فجأة بدا يسولف عن الحياة وبدا يسولف عن مشاكل الحياة كان يبدا يتكلم عن إذا اليوم صحيت من النوم وكان اليوم سيء بكرة حاول أن يكون يوم أحسن الهزيمة الحقيقية مو في أن اليوم يكون سيء أنك لما توقف عن محاولة أنك تحسن هذا اليوم وطبعا كونه هو معلق ويتكلم أمام الكاميرا الرجال صار يتكلم يعني باللي داخل على الكاميرا وعلى المايك فجأة الناس بدوا يحسون في التعليقات أنه انسحب تماما من جو اللعبة إلى نوع من حديث النفس حديث عن المشاكل النفسية وبعدها على طول طلع في مقطع الثالث اللي بعده والرجال خلاص يعني على شفير أنه يبكي يتكلم عن الاكتئاب وعن الاحتراق النفسي وبعد هذا المقطع على طول الرجال طلب من متابعين وياخذ بريك من اليوتيوب كانت اللعبة هذه كذا يعني زي اللي شرارة أو قطعة اللي خلتها فجأة يبدأ يتكلم وعلى فكرة بعد هذه اللعبة الرجال يعني استضاف تقريبا في حلقتين طبيبة نفسية مرخصة طبعا الرجال عنده جمهور ما يقارب ما يقارب تقريبا 25 مليون مشترك على قناته فالرجال يعني اللعبة هذه صارت زي اللي نقطة تحول للتوعية بالصحة النفسية اللي مول اللي متعودين ألعبها في الرياضة الالكترونية الألعاب اللي هي الروائية الألعاب اللي هي تحاكي نوع من المشاكل أو تسلط الضوء على قصة معينة ممكن تحرك فيك هذه الأجزاء اللي انت تحسها متفرقة أو ناقصة هل ممكن اللعبة يعني تشعل فيك شرارة توعيك إنه في مشكلة نفسية هل في قطعة مفقودة جواي يعني في أحد الألعاب اسمها غريس هذه اللعبة كأنها اللوحة اللي يحطها لك الطبيب يقولك وش تشوف هذه اللوحة وتشوف هذه طحيانا في أفلام تشخيص النفس اللي هذا يشوفها فراشة وهذا يشوفها والدكتور النفس يبدأ يحلل على شكل اللوحة هذه اللعبة هذه يعني مختصرها أن هي بنت في مغامرة جدا بسيطة تبحث عن الصوتها اللي فقدتها حنجرتها مع تطلع صوت لك أن تتخيل كل محللين ونقاد الألعاب كل واحد قاعد يحللها بطريقة أن بمنظورة الشخصية لكن السؤال ليش كل واحد تفسرها بمنظورة الشخصية بطريقة الشخصية عرفت كيف وأنا أيضا ترى من الناس اللي حللتها أو قلت رأيي فيها وكان سبحان الله رأيي كلها مختلف كله مختلف عن كل النقاد والنقاد مختلفين عن بعض ورأي المطور يعني تماما في مكان أو جهة أخرى تماما طب وهذا العلاقة بين الأمراض النفسية واللعاب الإلكترونية هل يعني شيء مبني على الدراسات واضح ولا كذا فعلا فعلا هذه كلها مبني على الدراسات آخرها اللي صارت تقريبا شهر اللي فات أكاديميين حقين أوكشفورد سووا دراساتهم على عينة كانت العينة هذه تلعب الألعاب زي مثلا Animal Crossing واللعبة اللي هي Planet vs Zombie الدراسة شيء جميل فيها أنا تستاغ أو تبنى على حقائق اللي هو وقت اللعب الفعلي والألعاب هذه اللي تكون دائما متصلة بالإنترنت فهي تسجل وقت اللعب الفعلي للعب فبالتالي المعيار يكون أكثر دقة وبالتالي يقدرون يستنتجون أو لنتائج أكثر وضوحا ومبنية على وقاع أو على معطيات حقيقية ومثبتة وموجودة ودقيقة جدا وهذه ميزة البيئة الكترونية بيئة هي دائما بنيتها التحتية خاصة يعني فيه كثير من البيانات اللاعبين غير مستغلة لأغراض أكاديمية وطبية بنقدر نتوصل خلاله ونستنتج خلاله كثير من الفوائد وتفسير بعض السلوكيات السيئة اللي ممكن تمارس أساسا في الألعاب الدراسة تناولت تقريبا عينة باستخدام وقت اللعب وساعات اللعب حقتهم وأعطتهم زي الاستبانات اللي تقيس المؤشرات النفسية ونتائجها كانت أن أغلب اللعيبة اللي كانت ضمن هذه الدراسة يتمتعون بصحة نفسية أفضل برضو الحاقا بالكلام اللي قلت هل ممكن أن النوع معين من اللعاب زي اللي صار مثلا مع شون أنه في مشكلة نفسية أو في قطعم اليوتيوبر زي كيف أفجأ أدرك الرجال أنه في مشكلة وفي شي غلط في أحد الدراسات الأخرى اللي تبنتها أحد المعاهد النفسية الأمريكية فيما يخص أن الألعاب تحفز على الإدراك النفسي والإدراك النفسي اللي هو الوعي بوجود مشاكل في نفسك أو خلل في نفسك عينة كثيرة أجروا عليها اختبار يخص أنهم يلعبون ألعاب المغامرات وألعاب الأكشن أجروا عليهم نوع من الاستبانات وشافوا أن الإدراك النفسي عندهم معزز أكثر بحيث أنهم يقدروا يلاحظوا أنه في وجود خلل في نفسهم أو مشاكل نفسية أو في على قولتهم حاجة مفقودة في داخلهم ففي طبعا الدراسة هذه ما تقول أن اللعاب تحل التشخيص النفسي أبدا ولكن أنا قاعدين نتكلم عن أحد العوامل اللي ممكن تكون نقطة بداية يعني تتخيل أن لعبة من لعبة ممكن تبدأ نقطة اللي هو البحث عن النفس أو أن وش القطع المفقودة هذه يبدأ من لعبة أكترونية أنا دائما يجب بالي أنه يعني ممكن هذه الدراسات دقيقة وممكن فعلا بعض الععاب الأكترونية تحل بعض كذا الجوانب والمشاكل النفسية بس نقدر نقول أن نحن نلعب عشان نمصد صحيح أنا اللي دائما أقول للناس إحنا دائما نغيب أو ننسى أن الأساس اللي مبنية عليه الألعاب الأكترونية في المقام الأول وقبل كل شيء هو للترفيه إحنا مثلا لما هي زيها زي تقريبا أغلب الهوايات الترفيهية الثانية إحنا لما أنا مثلا نبغى نروح نشوف فيلم ما نبغى نروح عشان نستفيد بالضرورة أو نلازم أنه في فائدة مثلا نفسية هي أساسا الترفيه الإلكتروني من اسمه الأولاني أنه مبني أساسا على الترفيه والاستمتاع أو الوناسة في ناس ياخذوا الألعاب أسلوب حياة عرفت كيف الناس اللي مثلا مختصة دائما بأنها تلعب تلعب عشان تقيم مثلا نوع معين من الألعاب زي الناس اللي مثلا مختصة تحب تشوف الأفلام فيه كذا واحد في العائلة هو اللي يقيم الأفلام وهو اللي يعطي الأفلام وزي كذا فيه واحد بين العيال أحب الأفلام كويس فأنت تلاحظ ممكن تحس أنك تقدر تعطي وقت مثلا أضعاف ما تعطيه في الألعاب هنا يجي اختلاف المتلقي في مدى أنه يحب يحب وقته في هواية معينة فيما بعده هنا على قولتهم فوق البيعة الفائدة اللي تطلع بها سواء مثلا من حضارة معينة تعلمتها مثلا من لعبة عرفت كيف أو روح التنافس أو روح التعاون اللي بينك وبين أخيك هذه كلها فوائد يعني جت على قولتهم زيادة مع ممارستنا للألعاب الإلكترونية وهذا طرح شي يعني نشوفه بيننا احنا مثلا الشباب أو بين الأفريق الإلكترونية كيف أنهم متفاهمين فيما بينهم متجانسين في الألعاب التنافسية والألكترونية ولولا هذا الشيء موجود ما تبنت مثلا اتحادات على مستوى مثلا حكومات مثلا زي عند الاتحاد السعودي الرياضة الالكترونية والذهنية مطولات بشكل موسمي تعطيك نوع من الترفيه وعلى قلاتهم ترخي العصاب ونهرب شوي من مشاغل الواقع والروتين اليومي فدائما نحتاج كده من فترة إلى أخرى لعبة أفلام وسلسلات هذه حياة تكرا أفرك الله يساعدك فكرا الله يساعدك موعد من الأربعاء